يا ربي يا ربي زدني علما زدني فقهان زدني حكما أتبع قولك عملا يبني يجبر ذلك عثرة أمه قل يا ربي زدني علما اقرأ وافهم خيرا تغنب اقرأ قال الوحي الأكرم اقرأ وافهم خيرا تغنب اقرأ قال الوحي الأكرم أول قول في القرآة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده اللهم صلى وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله واصحابه وسلم أيها الحباب الكرام حلقة جديدة قصة جديدة تحكي آية عظيمة هذه الآية هي الآية رقم مئة وستين من سورة الأنعام في الجزء الثامن قال ربنا عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يطلمون هذه الآية تبين فضل الله عز وجل وكرمه وإحسانه وجوده بعباده الطيبين يجزل لهم العطايا ويثيبهم على الخير خيرا كثيرا عساهم أن يزدادوا من ذلك الخير فهذا رب كريم هذا رب كريم لا يجازي على الخير خيرا مثله وإنما يجازي على الخير خيرا مثله أضعافا مضاعفة كثيرا وهذه الآية لها قصة نذكرها بتمامها وهذه القصة أخرجها الإمام أحمد والترمذي وغيرهما بإسناد صحيح عن أبي ذر الغفار رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام ثلاثة أيام من كل شهر من صام ثلاثة أيام من كل شهر فذلك صيام الدهري نحن الآن في شهر رمضان وهذا الحديث لا يفهم منه أن نترك صوم رمضان ونقول نصوم ثلاثة أيام من كل شهر فإذا فعلنا ذلك صمنا الدهر أبدا فصيام رمضان هذا هو الفرد الذي ينبغي أن تأتي به وإن الله تبارك وتعالى عندما يحاسبك يحاسبك على الفرائض أولا ولهذا في الحديث الصحيح وما تقرب إلي عبد بمثل ما افترطته عليه فأول شيء ينبغي أن تتقرب به إلى الله أن تتقرب إليه بجنس الفرائض وهي الواجبات أي ما أوجابه الله تبارك وتعالى عليك نحن نرى بعض الناس ربما يتركوا الصلاة وربما لا يصوم ولكنه يأتي بأعمال خير كثيرة يبني مستشفيات ويبني مستوصفات ومدارس ويرعى الأيتام والمساكين ويزوج الفتيات ولكنه لا يأتي بفرائض الله لا يحج ولا يصوم وربما لا يخرج الزكاة ولا يصلي ولكنه يأتي بهذه الأشياء التي من جنس الصدقات المستحبات هذا أمر جميل ولكن أين الفرائض التي فرضها ربنا تبارك وتعالى عليك أبدا لا بد أن تجتهد أولا في أداء الفرائض ثم بعد ذلك تأتي بالمستحبات التي يحبها الشرع والتي حث عليها من باب الترغيب فيها وجعل الثواب الجزيل لمن أتاها فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا من صام ثلاثة أيام من كل شهر فذلك صيام الدهر كيف بيان ذلك؟ كيف إن إنسان يصوم ثلاثة أيام في كل شهر كأنما صام الدهر كله؟ كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ سنرى ذلك في هذا البيان التالي فأنزل الله تعالى تصديق ذلك في كتابه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها فاليوم بعشرة أيام إذن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر واليوم بعشرة فكأنما صام الشهر كله فمن داوم على صيام ثلاثة أيام من كل شهر كأنما صام الدهر كله لأن الحسنة بعشر أمثالها هذا معنى الحديث هذه القصة التي تناسب هذه الآية وعندما نقول الحسنة بعشر أمثالها هذا هو أقل الضعف وإلا فهناك أضعاف كثيرة قال الله تبارك تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضعف لمن يشاء والمضعف هذه كبيرة جدا لا يعلمها إلا الله قال والله يضعف لمن يشاء ولا أحد يدخل فيما شاء الله تعالى في إثابته ولا في إكرامه ولا في جوده وكذلك في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه فيقول إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بيّن ذلك إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بيّن ذلك فإذا همّ العبد بحسنات فلم يعملها كتبت له حسنا الهم أي الإرادة الخاطرة السريعة هذا هو الهم إذا همّ بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنا هو كالنفس هو يتصدق ولكن لم يتصدق لأي مانع افترضنا في جيبه المال وقال سأخرج اليوم سأقابل جاري فأعطيه ذلك المال للمساعدة في علاج ولدي دق عليه الباب فلم يجد أحدا في البيت إذا لم يتصدق بهذا المال إذا همّ ولكن لم يفعل هذا يأخذ الأجر من همّ بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عمّ لها كتبت له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة والله يضاعف لمن يشاء وإن همّ بسيئة فلم يعملها فلم يعملها إن همّ بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة الذي منعه من العمل ليس عدم القدرة ولكن الخوف من الله إذن هناك فارق بين ترك السيئة لعدم القدرة وترك السيئة لوجه الله عز وجل اعترضنا أن رجلا اشترى مسدسا ليقتل رجلا آخر فعندما رأاه أطلق عليه المسدس ولكن الرصاص لم تخرج إذا لم يقتله إذا همّ بقتله فلم يقتل هل هذا يأخذ حسنة أبدا ولكن أخذ المسدس يريد أن يقتله فتذكر الله تبارك وتعالى وأن أشد شيء بعد الشرك في السؤال يوم القيامة السؤال عن الدماء وأن الإنسان في فسحة من أمره ما لم يسفك دمًا حرامة فخاف الله تبارك وتعالى ورجع فلم يقتل هذا الرجل منعه من هذا الفعل الله إذن يأخذ بذلك حسنة فإن عميلها كتبت له سيئة فهذا الحديث وهذه النصوص التي ذكرت تدل على أن الله تبارك وتعالى يضاعف الحسنة إلى حسنات كثيرة إلى حسنات كثيرة والحسنة تشمل الحسنة القولية والفعلية إذن هناك حسنات قولية وهناك حسنات فعلية حسنة قولية ونحن في شهر رمضان الذكر التسبيح التهليل الدعاء الاستغفار التدبر الآيات تذكر نعم الله تبارك وتعالى قراءة القرآن هذا كله من جملة من جملة الحسنات القولية كلها حسنة قولية طب حسنة فعلية إن الإنسان يحشى المساجد يحرص على الصلاة في جماعة إن الإنسان يأتي به النوافل المقيدة والمطلقة المقيدة أي النوافل المرتبطة بالصلاة صلاة الصبح هناك سنتان قبله الظهر هناك سنة قبلية وبعدية العصر سنة قبلية لمن شاء المغر سنة قبلية لمن شاء العشاء سنة بعدية ثم الوتر إذن هذه كلها سنة مرتبطة بالفرائض وهناك سنة مطلقة غير مرتبطة بفريضة كصلاة الضحى وكقيام الليل فأنا أتأتي بهذه الحسنات العملية فرصة طيبة في شهر رمضان أن تصل الرحم هناك بعض المسلمين لا يصلون رحمهم طوال العام بل يقطعون الرحم من الأخوال والأعمام والخالات والعمات وربما لا يزور أخته منذ قريب منذ عدة أيام صديق يحدثني أنه لم يذهب لزارة أخته منذ عدة سنوات سبحان الله أين صلت الرحم أين صلت الرحم هذا الأمر لم يحث عليه الإسلام ولم يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم صل الرحم صل الرحم وأكثر من ذلك الأمر عليك بالصدقة ما نقص ماله من صدقة اكتهد في الصدقات اكتهد في مساعدة المسلمين واليتام والأرامل هذه كلها أعمال أعمال ينبغي أن تحرص عليها إذن احرص على الأعمال واحرص على الأقوال بعض المسلمين يلعب ويترنح هنا وهناك ثم يأتي بعد ذلك وقت العصر من الصبح إلى قبل الظهر وينام من الظهر إلى قبل المغرب ويقوم مع الإفطار إذن انتهى النهار والليل يتفرج على التلفزيونات الأفلام والمسلسلات والمباريات وما إلى ذلك سبحان الله إذن طوال الليل له وطوال النهار نوم ويقول وصائم ما هذا الصيام؟ هذا صوم لا يحبه الله تبارك وتعالى إن الصوم هو الذي يدفعك إلى مزيد من الخير شهر رمضان شهر الحسنات فلابد أن تزرع الحسنات الكثيرات من أحسن في رمضان كوفئ أن يحسن له في طوال العام إذا أحسنت في رمضان وفقك الله تبارك وتعالى أن تحسن في سير العام ثم هناك حسنات ظاهرة وباطنة التي ذكرتها من جملة الحسنات الظاهرة حسنات باطنة تحب الله عز وجل والتوكل على الله واليقين في الله كل هذه المعاني كلها في القلب ولا تأتي إلا بالتأمل والتدبر وأن تتوقف مع آية الله عز وجل إذن لابد أن تبدأ صفحة جديدة في هذا الشهر المبارك الحسنة بعشر أمثالها والحسنات تضاعف إلى سوما الضعف إلى أضعاف كثيرة هذا لك فلا تغفل عن ذلك واجتهد وشمر نسى الله تعالى أن يعيننا وإياك وأن يوفقنا وإياك وأن يجعلنا وإياك أيها الحبيب من جملة الذين يسمعون القول فيتابعون أحسنك وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم قل يا ربي زدني علما زدني فقا زدني حكما أتبع قولك عملا يبني يجبر ذلك يجبر ذلك عثرة أمه أقول يا ربي زدني علما اقرأ وافهم خيرا تغنم اقرأ قال الوحي الأكرم اقرأ وافهم خيرا تغنم اقرأ قال الوحي الأكرم أول قول في القرآن اشتركوا في القناة